من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام أستاذ أشرف أهلا وسهلا بحضرتك ما الذي يضيفه هذا الظرف الدقيق على الفريقين الحاضرين إلى العاصمة المصرية القاهرة للاطلاع بدور أو على الأقل بالحد الأدنى من هذا الدور في هذه المرحلة يعني بالتأكيد الظرف الدقيق الذي نعيشه يعني ظرف ضاغط بمنتهى القوة على كل من السلطة الفلسطينية وحماس ليس أمامهم أي فرصة للمناورة لابد من الاتفاق لابد من حل القضايا العالقة بينهم لأنه من يدفع السمن هو المواطن الفلسطيني في غزة هو استمرار العدوان الإسرائيلي هو استمرار المذابح التي ترتكب وآخرها المذابح التي يعني تجرى في الثلاثة أيام الأخيرة في منطقة جباليا لدرجة أنه إسرائيل حصرتها وعزلتها عن العالم وبالتالي يعني الآن وفداي الحركة مجتمعين لابد أن يأخذ في الحزبان هذا الأمر ليس هناك فرصة للتمسك بالسلطة من أي طرف كان وإنما لابد أن تكون هناك تنازلات يعني من الطرفين حتى يعني تعود السيطرة على المعابر وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني وإلا فإنه البديل سيكون يعني ربما يعني تأييد البعض لقيام إسرائيل بتشكيل ما يشبه يعني لجان القرى أو روابط الكرة أو غيرها ولن يكون هناك مفر من هذا لكن عندما يتفق الطرفان على يعني الاقتراح الموجود حاليا تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة المعابر لإدارة الشؤون الإنسانية في القطاع تكون بعيدة عن الفصائل يعني هذا سيكون أمر جيد جدا ومن غير المسموح أن يغادر الطرفان دون أن يتفق ويضع كل التفاصيل صد أشرف مستوى التمثيل لوفدي الحركة في القاهرة في الاجتماعات التي تجرى خلال هذا اليوم ربما لا يعلم إذا كانت ستمتد أم لا مستوى تمثيل يقول بأن الأفكار أو على الأقل الخطوط العريضة لهذه الأفكار وهي جزء من الخبرات المصرية القديمة والمتراكمة لهذا الملف هي حاضرة بالفعل وربما يكون قد جرى الاتفاق حول هذه المحددات هذا فهم سديد في محله أو ربما يكون متقدم كثيرا عن ما هو حاصل بالتأكيد نحن كنا نتصور أن يأتي الطرفان ليبحثها من جديد كيفية حل الأزمة الحالية لكن واضح أن هناك اتفاق إطار على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي وأن تكون لجنة غير فصائلية وأن تتكون من 10 إلى 15 فرضا وأن تقوم بتقديم الخدمات وإدارة المعابر وبالتالي هذا طرح جيد جدا لأنه أولا يتجاوز مخاوف حماس من إخراجها من الساحة تماما ويسمح لها بالموافقة على هذه اللجنة التي تحسب فقط للشعب الفلسطيني ولا تكون هذه اللجنة ذاتها شق أمني أو شق سياسي وإنما فقط شق اقتماعي شق يقدم المساعدات للناس ويقدم الخدمات يدير المعابر وهي الرئى القبرى أو الحقيقية لقطاع غزة إن لم يعود معبر رفح للعمل وإن لم تعود المعابر الأخرى للعمل ستزداد الأمور سوءا بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالتالي أعتقد أنه يمكن أن يكون كل طرف قد جاء ومعه مقترحات بأسماء المرشحين لعدوية هذه اللجنة وإذا حدث هذا وإذا تم الاتفاق والتأكيد على مرجعيتها للسلطة الفلسطينية وبالتالي ستكون الأمور أفضل بكثير أستاذ أشرف كثير من الأطروحات التي كان يتم البعض تقديمها بحسن نية وربما في أوقات كثيرة بسوء نية كانت تتعامل بدرجة ما من عدم الواقعية تقريبا لكن الطرح المصري حضرتك أشرت إلى أنه يعلي من المحددات الوطنية الداخلية الفلسطينية كما أنه يبدو واقعيا تماما ويلبي متطلبات كل الأطراف على السواء كيف يمكن ترجمة هذه التصورات وهذه الأطروحات لأن هناك على ما بدأ خلال عام تقريبا هناك أياد كثيرة تحاول أن تعبث بهذه المنطقة أو بما يجري في قطاع غزة يعني دعني أقول لك بصراحة أن كل الرهانات لكل الأطراف سقطت كانت حماس تأمل خلال الفترة الماضية أن تحدث أشياء خارجية تؤدي إلى قلب الأوضاع فتظل كما هي في السلطة تدرها بالاسلوب السابق كانت تأمل فترة أن يحدث انتفاضة في العالم العربي أو أن تكون هناك انتفاضة في الضفة الغربية أو أن قوى أخرى تتدخل بشكل قوي جدا فتنهك إسرائيل وتكبرها على وقف العمليات وأيضا كانوا يأملون في فترة أن تدخل إيران وفي فترات سابقة كانوا يأملون أن تنجح لضغوط الدولية قرارات سواء من المجلس الأمن أو المحاكم الدولية كل هذه الخيارات سقطت والآن لم يعد أمام حماس وأن توافق على صيغة تحفظ وجودها وفي نفس الوقت تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه من حق الناس أن يحصلوا على الخدمات المحرومين منها يحصلوا على الدواء والغذاء والماء وكل شيء بعيدا عن الجدال ومن سيحكم ومن لن يحكم والسلطة أيضا كان هناك قدر من التكاسل وعدم الخوض بقوة في المسألة أعتقد الآن الكل موضوع أمام مسئولياته ومصر يعني مع وضع هذه الفكرة الفكرة البسيطة جدا والسالسة جدا لجنة يتم التوافق عليها تضم شخصيات غير فصائلية تقوم بالعمل غير السياسي وغير الأمني أظن أن هذه صيغة سحرية يمكن أن يقبل بها الطرفان وكل طرف لن يشعر أنه تم الانتقاس من حقوقه أو قدره ولكن تأتي هذه اللجنة فقط لخدمة الشعب الفلسطيني الحديث وفق المصادر التي كانت قد أمدتنا ببعض المعلومات الخاصة بما يجري من هذا الاجتماع كانت تتحدث ليس فقط عن بعض هذه الملفات لكن حتى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في هذه المرحلة وإذا كنت حضرتك أشرت إلى بعض المحددات المرتبطة بحماس فإسرائيل في المقابل لا تفرق بين الجبهتين على السواء لن نسمح بحماسستان ولا فتحستان هذا سيقة إسرائيليا في أكثر من مناسبة وبالتالي كيف يمكن للطلاع بالأدوار التي تناط بكل الفريقين للوصول إلى إزالة الشوائب أو تنقية بعض ما علق في البيت الداخلي الفلسطيني في المرحلة الأخيرة والسباشر يعني أعتقد أنه إسرائيل كانت لها توافق مع الولايات المتحدة ربما بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية على عدم السماح لحماس بالاستمرار في إدارة القطاع بعد الحرب أظن أن الصيغة المطروحة يعني توفر هذه المسألة بشكل مختلف تعطي الحماس الحق في المشاركة في اختيار من يدير القطاع دون أن تشارك هي وأن يكون الطرف الذي يدير القطاع طرف مستقل الإسرائيل كانت دائما وأبدا تقول لا لحماس ولا الفتح رغم أننا جميعا وعلى مدى سنوات كنا نرى نتنياهو وهو يتباهب أنه يحافظ على الانقسام وكان يعني يسمح هو بدخول الأموال لحماس وبدخول المساعدات وغيرها الآن يريد أن يكفر عن أخطائه فينطقم من حماس وينطقم من السلطة معا وهذا أمر يعني مرفوض لأنه لابد من إيقاف هذا العدوان تحت أي ظرف من الظروف طالما تهيأت صيغة يمكن القبول بها وتكون مسموح لها أن تتحرك بدون أي معوقات لأنه لو افترضنا أنه فردت السلطة على إدارة غزة مرة أخرى ربما يتصدى لها يعني وربما هذا جزء من الإمعان في الواقعية شرط لي حضرتك من جانب الورقة المصرية أو تصور المصري المطروح في هذه المرحلة هو يعلي من محددات الشأن الفلسطيني الداخلي الكامل الذي يتعين على الفلسطينيين وحدهم أن يتولوه وفي ذات الوقت أيضا له محددات كثيرة على مستوى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع يعني هنا أيضا يجب أن نتذكر أن هذه اللجنة لن تعمل بلا نهاية ولكنها قد يتم الاتفاق على مدة عملها وربما تكون من المهام المنوطة بها في مرحلة لاحقة التمهيد لإجراء انتخابات أو غيرها وهنا سيكون من حق الشعب الفلسطيني بعد مرحلة انتقالية يتم الاتفاق على مدتها أن يقوم باختيار من يرى صالحا لإدارة المشهد الفلسطيني مرة أخرى وأن نخرج من حالة التأزم الحالية خاصة أنه آخر انتخابات فلسطينية جرت منذ ما يقرب من عشرين عاما وبالتالي لابد أن يبدأ الشعب ويختار من جديد ويختار من سيساعد في إعادة البناء وفي العمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية هذه النقطة تحديدا حضرتك تدرك أن السلطة الفلسطينية تقول أهلا وسهلا بالانتخابات لكن شريطة أن تضمنوا لنا أن تجرى الانتخابات في القدس وهي مسألة لن تسمح بها سلطات الاحتلال لكن على أي حال إذا حيادنا هذه النقطة المرتبطة بإجراء الانتخابات لأن فيها عقبات كأداء كما يقولون على رأسها إجراء الانتخابات في القدس الورقة المصرية الجاهزة تقريبا لإتمام المصالحة والتي كانت قد شارفت على الوصول إلى مراحلها الأخيرة في أكثر من مناسبة على مدار عقد ونصف العقد تقريبا كيف يمكن الوصول إلى الحدود الدنيا فيها بتوافقات فلسطينية داخلية أستاذ أشرف في هذه المرحلة دعني أقول لك بصراحة أن الورقة المصرية إن كانت مقبولة في فترة ما فأعتقد أن الوقت قد لا يكون مناسب لعدد طرحها كما هي بدون أي تعديلات خاصة مع وجود حالة من الاستنفار الإسرائيلي الغربي بضرورة عدم وجود حماس في أي شكل من أشكال الإدارة ربما بعد أن تنتهي الحرب ويتم إدارة القطاع للخروج من المأذق الصعب الذي يعيشه وتبقى المساعدات في الدخول وعادة الإعمار ربما تكون هناك ورقة أخرى بصيغة أخرى وربما تطرح فكرة في مرحلة من المراحل أن تتحاول حماس إلى حزب سياسي فقط لذلك نسألت حضرتك عن الحدود الدنيا التي يمكن التوافق بشأنها دون الوصول إلى مصالحة وطنية فلسطينية كاملة من التأكيد لأنه من السابق لأوانه أن نتحدث الآن عن إعادة دمج الحماس سياسيا وعسكريا في القطاع ونحن ما زلنا نرى نتنياهو يشترط القضاء على حماس أو على الأقل إخرق قادتها وتسليم سلحها أستاذ أشرف في كل مرة وهذا ليس ضربا من الشفونية كما يقولون في كل مرة تتأذن فيها الأحداث أو تصل مستوى التعقيدات إلى ذروتها يكون طرق الأبواب لا محالة إلى أبواب العاصمة المصرية في كل المجالات على المستوى الإنساني على المستوى الإغاثي على المستوى السياسي وعلى مستوى المصالحة الوطنية الفلسطينية هل باتت القناعة دوليا بأنه لا مجال للحديث عن أي مسارات أخرى ما لم تكن هذه المسارات متوافقة أو على الأقل تقبل بها القاهرة هذا شيء طبيعي لأن مصر هي دولة جوار ودولة رابط تاريخي ورابط ديني ورابط عرقي مع فلسطين لا يمكن أبدا أن يحدث أي حل وأي حوار إلا بالمرور عبر القاهرة وهذا أولا ثانيا للأسف الشديد ودعني أتحدث بصراحة عندما يدخل طرف آخر هذا الطرف قد يحاول أن يجذب الفتحة أو السلطة أو حماس بشكل أو بآخر فيدفع أموال حتى يكون له دور وبالتالي يعني يجعل الآخرين يسعون إلى إطالة أمد الصراع أو عدم حله ويعني لولا التدخلات من أطراف أخرى ومحاولات وساطة يعني يدفع سمنها ما كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه وامتدت الآزمة كل هذه السنوات ودعني أذكرك أنه عندما كان هناك وفد أمن مصري في غزة يقوم بحل المشكلات والقضايا كانت الأمور يعني دائما تحت السيطرة ولكن عندما دخلت أطراف أخرى مع خلص احترامي لأي طرف كان هذا عقد المسائل وشجع هذا الطرف أو ذاك على الانسلاخ ورفع السلاح وبالتالي ما يحدث الآن هو عودة للأصل هو عودة للطرف المصري الذي يعني يملك كل مقومات المساعدة وهنا أقول المساعدة وليس التدخل هو طرف جزء من أمن القومي صحيح هدوء الأوضاع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وأن يعيش كل الفلسطينيون معا في سلام وأمن وتعاون شكرا جزيلا لك من القاهرة الكاتب الصحفي أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جديدة الأهرام المصرية شكرا جزيلا لحضرتك